عادة بذكر معلي علي ساعة اتنين بالليل والمهم اللي عالبة هنجو مني ولقيت كل واحد فهم كده بالتاوب عايز يروح في النوم قلت لا انا هدخل المطبخ وعملهم شوية فشار كده عشان لي علي صحصحوا كده ويخلصوا وجايباتهم قبل ما يناموا المهم بقى قلبت المطبخ علي وطي عشان يلاقي شوية فشار ما لقيتش وافتكرت ان هو خلصا من اول مبارك المهم وانا بدعبس كده لقيت شوية مكارونة عندي قمت وغداهم وحطت شوية ماء النار فيهم شوية ملح وانزلت بشوية المكارونة وعليهم مكعب مرأة بتعمل الخضروات واسبت لحد ما يتسلق اتسلق عادي خالص زي اكينينا بنسلق مكارونة اللي احنا هتبخ خليحنا ناكلها دي في عادي يعني المهم خليكم معايا بعد كده ما سيبها تتسلق لو وصلت لحد ديام الفيديو هسيب لكم تطبيق حلو او 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 البيو او هتلاقوف تعليم وثبت التطبيق ده بصوا اللي مخليني كده رقم واحد في مصر طبعا بهزر معاكم الراقم واحد ولا حاجة المهم ده فشخرة كدابة اصدق لكم التطبيق ده حلو او هتلاقوف تعليم انا هسبته لكم او هتلاقوف البايو بعد بقى ما صفيت المكارونة من المياه اللي فيها جبت تلات معالي ميد ايه عليهم معلقتين من نشا حطي بقى الطعم اللي اللي بحطي ده الطعم السجوء عادي تحطي بهارات بفراخ حطي بوهارات لحمة اي بوهارات انت حابت حطيها حطيها هنا حطيت رشا من بذرة الزعفران عشان تدي اللون اللي انتو شفتوه في اول الفيديو ده وبقلب قلب وبالمناسبة بحط رشا من الملح عشان يبقى محتاج ملح لو انت حابل حاجة يعني ملحها مصبوط وباخد بقى المكارونة اللي احنا صفوناهم المياه وقلبها في الخليط اللي ببقى منتباسك ده والجاف وبعد ما اتأكد ان كل حباية من المكارونة بتاعتنا اتشربت من التدبيلة دي بحط بقى زيت غزيرة على النار اسيبه يسخن وباخدها بقى بصفيها من الديق ده كويس جدا زي ما انتو شايفين اخلوها باي منخل اي مصفى عندك المهم ان انت تأكد عشان زيت بتاعك نظيف والزيت بتاعي بكون سخنة وبنزل بقى بكمية مكارونة زي ما انت حابة لو حاطت كتير ما تقلقش خالص بس اهم حاجة اتأكد ان هي تتحمر كويس وانت بتقلب فيها تكون نشفة زي ما انتو شايفين بالشكل ده المهم ان انت تحط اي طعم في الديق والنشان حاطت زي ما قدتكم يعني طعم السجوء انا بحب السجوء فخلصت الكمية بتاعتي الكمية بتاعتي ما شاء الله مش هيينة ولا اي حاجة خالص هتشوفوا معي في اخر الفيديو وبعد ما خلصت خلصت الكمية الاولى بنزل بقى بالكمية التانية زي ما عملت في الاول بعمل في التاني من حق يا جماعة ما تنسوش بالله عليكم تدعو كده لأهلنا في اراضي فلسطين ربنا يا رب ينصرهم نصراتنا قوية وينصرهم على اعداء الدين اللهم امين قلوا امين كل يكتف في الكومنتات اللهم منصر اهل فلسطين على اعداء الدين اللهم امين وبعد ما المقرمشات بتاعتي اللي اعتاها وسي بتاعتي الصفة من الزيت برضو رشيت عليها رشة كده من بهرات السجوء طعم السجوء حبة زي ما قلتك تحط اي بهرات انت حبها حطيها بصراحة طعم حلو جدا زي ما انت سمعت القرمشة كده في اول الفيديو هي هي بصي صحية جدا جميلة اولا الزيت اللي احنا عاملين فيه زيت نظيف سانيا ممكن تستغني عن مرء الدجاج حبة تحطيها تحطيها ما تحطيش بس براحتك يعني بس بصراحة كده انا حبيت اعمل شوية حاجة كده صح صح لولاد فرفيش ومتخلوهم يكملهم مذاكرة معي لان الولاد بص بيهنيجوا معي واحنا بنذاكر فلازم كده اقوم في نص المذاكرة اعملهم حاجة كده عالسرية وما تعودهمش بقى ان هم يعملوا كل يوم مقرمشات دي يعني يوم فاكهة يوم مقرمشات يوم فشار يوم خضروات المهم ان هم يركزوا معانا لو وصلت لحد يوم للفيديو ما تنسيش تحطوا لايك على الفيديو